موسيقى بالنسبة للكفالة هي واحد الإجراء كين بعض الناس تشوفوا واحد سيداء ولا واحد الأسرة اللي ربما عندهم أولاد وفقراء تتكون وقع واحد تتعتبر وحامل الخطأ فهما ما تكونوش مستعدين باش يناوي يعني يراعيوا ذاك الوليد ديلهم فتكون الأخ ديالها وتتكون ربما عندها مشكل عند غير أولاد دكور فتتمشي تسلمونهم هذي هناكي الناس تجهلوا المسطارات يجيوا عند العدول مباشرة باش يوتقوا لهم هذه الوثيقة وهي لا المسطارات تتم عن طريق المحكامة يتقدموني بالطلب والمحكامة تتجري واحد البحث حول الناس اللي غايتكفلوا كيف قلناها قبل ما يكونش عندهم علاقة بالتسول ما يكونش عندهم علاقة بالفساد يعني ما يستعملوش هذي وليدات في الفساد فهنايا تصدر واحد المقرر اللي تياخدو ذاك يعني الطرفان بجوج الأسرتين بجوج وتيجيوا عند السادة العدول وتتم ما تتم الإشهاد على هذا المقرر بالكفالة والكفالة ولكن هنا هناك ذاك الإنسان المتكفل به كان الكفالة ديال من طرف الناس غير مهمالين وكان المهمالين المهمالين هما اللي تكونوا عندهمش أباء فهنايا خسيولي وجوباً أنهم يديروا واحد عقد ديال تنزيل يعني ينزلون ذاك المكفول أو المكفولة منزيلة الإبن أو البنت يريتوا فيهم يعني ولا يتعدى حدود ثلث ولا تدار واحد الوصية تكون وجوباً واحد الوصية لهذاك المتكفل بهم باش هذيك العيشة اللي عاشوها داخل ذاك الأسرة تتساعدهم باش أنهم يحافظوا عليها بعد الممد ديال هذيك المكفولين ديرهم حيث بعض المرات شون توقع كي الناس اللي تكفلوا ودخلوا هذيك الوليد أو هذيك البنيسة في الحالة مدنية وفي الاعتقاد ديالهم هذيك تدخله راه غايحقق المطلوب لا حيث معروف بأن هذيك سيد هذيك سيدة اللي هما مزوجين وهذيك الوليد اللي يدخل معهم في الحالة مدنية ليس ابن إلا ما كان شي واصية أو تنزيل فمتى يجيوا الورطة يبعدون ذلك الشخص وما تكون عنده واله تكون عايش في مستوى من العيش يعني رفاهية أو في المتوسط فبعد ما يتوقع الوفاة لما كانتش واصية ما كانتش واحد تنزيل فهو يكون عرضا للشارع وخاصة إذا كانوا هذي الناس لا يرعونها ولا يخافون الله تقولك هذيك حقنا وهذيك سيد ماشيم وإحنا ملزمين به فهذيك اللي يرباه كان هو يعطيه هذيك الضمانات باش أنه يدير وبعد المرة تلقوا بأن في الكفالة تنكون أنا زوج والزوجة ديدي وتنتكفلوا واحد الوليين ولكن مع المدات يوقع طلاق والمحكامة وهذيك المكفول ونتستفدوا منه عن طريق الضمان الاجتماعي عن طريق كنوبس هذي المؤسسات تنستفدوا منه وتنستفدوا منه وحتى نريد أن نكتبوا إنما كانتش هيبة تستفدوا من تتخفيد مثل هذا إذا كنت نكتب هيبة شقة الوحد والد عمي نقدر نكتب له ونخلص 4% ولكن إذا كنت نكتب المكفول لأولا الولدي نكتبها بـ 1.5% تنستفدوا منه ولكن عند الطلاق هنا توقع المآسي كيفاش أنا بالنسبة لي هذيك الوليد غير نكفل به نكفل به وربما الظروف المالية ولكن تكون هذيك السيدة هي اللي تعسفت في الطلب ديال الحق ديال تطلق للشقاق وتنولي ملزم نفق على واحد الولد اللي أنا غير بيته وأنا حرمت منه بسبب هذيك السعسف ديال ذاك سيدة ونتنولي مجبر أنني نبقى ننفق عليه حتى ذاك المستارة ديال ديال إهمال وكذا بعد المرة تطول وتقدر يوقع فيها بزاف ديال الحويضات فإذا بالنسبة لا بد إيجاد واحد الصندوق ديال 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 التكفل بهذه المطلقات من خلال الأولاد لأن هذيك الأولاد بعد المرة هذيك الإنسان يقدر يغبر ما يطلق هذيك السيدة يمشي يغبر يقولك أنا هذيك الولد غير مربي وحرمتني منه تمشي يغبر وش يبقى هذيك الولد عرضا للضايع قسوة يكون وحد صندوق ديال التضامن من أجلي يعني أرفع لها شاشة على هذي الأطفال هذي المسألة ديال الأجانب الذين يريدون أن يتكفلوا بأطفال مغاربة المغرب أخذ إجراءات احتياطية لأنه من خلال التتبع ديال المجموعة ديال الأطفال القواب بأنهم تعيشوا على غير ديانة ديال الديانة ديال الإسلام وهنا توقع الاحتيال احتلاج عندك الإنسان ومشى الصفارة المغربية وأعلن إسلامه عند واحد الموظف يقوم بمهام العدل فهنا يجيب هذيك الوثيقة واش احنا يا شققنا على قلبه بالصح بأنه مسلم حقيقي وليلا لا بحال الزوج كين مش حال موحدين تزوجوا أعلنوا الإسلام ولكن ممشاه بتي مارس طقوس دياله الدينية ماشي ماشي نقولوا ما تيمارش لا تيمشي الكنيسة وهذوك الأولاد غير قامشوا مع الكنيسة فإذا هنا يا أعتقد هذا الأمر هذا إله وما بغاو يربي وربيهم للبلدات دياله حيث النسب كبيرة بأنهم ما تبقوا لا على دين الإسلام لا تشي حاجة إما يصبح لا ديني إما يصبح أنه ممارس للديانة التي عليها الأب والأم الذين يعني زورا وادعاءا دعوا بأنهم أصبحوا مسلمين موسيقى موسيقى